شهدتها بيروت وأماكن أخرى في لبنان بالأمس وتستمر خلال هذه الآونة برأيك ما هي محددات أو فرص نجاح هذه الانتفاضة في تغيير ما عجزت عن تغييره تظاهرات السابع عشر من تشرين فعلا هذه التظاهرات ربما لن تكون هي التظاهرات الفاصلة في التغيير الذي يريده اللبنانيون فيجب أن نكون واقعيين ونعترف أن هذه السلطة متجذرة في لبنان متجذرة منذ سنوات وتسيطر على مختلف المفاصل وبالتالي فإن إسقاطها قد لا يمكن أن يكون بالضربة القاضية إنما بالضربات المتتالية كانت الضربة الأولى القاسية في سبعة عشر تشرين هم حاولوا شرذمة وإفشال حركة سبعة عشر تشرين ولكن للأسف جاء الزلزال الكبير الذي ضرب بيروت في هذا الأسبوع ليعيد ثورة الشارع اللبناني إنه الزلزال الذي فاق بصده وبقوته حتى مسببات سبعة عشر تشرين ولكن ربما هنا مواجهة الشعب لن تكون بالطريقة ذاتها قد تكون هناك أساليب أخرى للمواجهة الشارع هو أحد هذه الأساليب بالأمس رأينا كيف هذه السلطة الخائفة من الشارع كيف واجهت الشارع بقصوة لم نعهدها حتى في سبعة عشر تشرين هم يعرفون أن هذا الزلزال سيضربهم بالنهاية زلزال بيروت سيصيبهم وهم يتساقطون اليوم وزيرا تلو الآخر ولكن قلة المسئولية هي التي نلاحظها اليوم في أن الحكومة كلها لم تستقل يقولون ويدعون أنهم لن يستقلوا لأنهم ليسوا بدون مسئولية وحتى لو استقلت سيد بليم العبرة وما سيأتي بعد هذه الاستقالة كيفية التغيير ولكن دعيني فقط أسألك لأنه بما أنه تحدثين من بيروت هل كنت متواجدة في المظاهرات أو في الميادين أو في الشارع هل لك أن تطلعين على ما هي المشاهد الأبرز ما هي السمات الأبرز لتظاهرات بيروت اليوم نحن على تماس مع كل من نكب في لبنان في هذه الضربة وهذا الانفجار الغضب لم نره حتى في 17 تشرين تسألين عما هو مختلف هو حجم الغضب مستوى الغضب مستوى الثورة مستوى الرفض اللبناني لكل ما هو قائم حاليا هذا الرفض لا بد أن يثمر هم يراكمون هذا الغضب مرة في الأزمة الاقتصادية التي هم مسؤولون عنها أيضا اليوم يقولون أنهم غير مسؤولين عن ما حصل من زلزال ولكن بالطبع هم مسؤولين بمكان ما هم امتداد للسلطة الماضية وهذا ما برهنه كل مفاعل هذه الحكومة نعم بالنسبة تسألين عن ردة فعل الناس الناس لم تعد تحتمل سيكملون هم سيكملون في محاولات التغيير ربما تتغير الأدوات ربما يطالبون الآن بانتخابات مبكرة ربما يصلون إلى شيء آخر ولكن التغيير هو ما يصر عليه اللبنانيون اليوم بعيني أسألك لأنه أيضا هذه النقطة تحتاج إلى وقف وإلى فهم من قبل المتابعين يعني النخب السياسية التي ثار عليها اللبنانيون والتي رفضوها وحملوها مسؤولية وصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه اليوم من تردي وانهيار كامل في الاقتصاد اللبناني هل تمتلك قواعد شعبية يمكن أن تتكئ عليها وبالتالي تعيد تقديم نفسها مرة أخرى نعم هذا ما يخشاه الكثير ليس فقط لأنهم يمتلكون القواعد الشعبية إنما لأنهم يمتلكون مفاتيح هذه المنظومة نحن نعرف أن الانتخابات السابقة كيف كانت تدار إنهم يملكون مفاتيح كل شيء يحصل لذلك هناك بعض المحتجين واللبنانيين اليوم يطالبون بكسر هذه المنظومة التي يتحكم بها هؤلاء يعني عند كل مفترق يثيرون الموضوع الطائفي ليستجلبوا شعبيتهم من جديد عند كل مفترق ربما تسمعون عن الرشوة الانتخابية في لبنان وعن شراء الأصوات تسمعون عن بعض التزوير في بعض الأماكن هذا الأمر يعني بسبب هذا الأمر فإن اللبنانيين اليوم يطالبون بكسر هذه المنظومات وبالتالي يعني يصار إلى قمعها كيف يمكن ترتيب الصفوف برأيك اليوم نعم هذا ما يجب التركيز عليه في هذه المرحلة لا شك أن هناك أطراف حتى في السلطة تسعى إلى استخدام بعض المندسين لفرط هذه التظاهرة أو لحرفها عن مسارها ولكن المطلوب اليوم هو قيادة موحدة للمعارضة قيادة موحدة للثورة هي التي تدير الشارع وهي التي تقف حاجز منيع ضد أي محاولة لحرف الثورة عن مسارها هذا هو الاستحقاق وهذا هو الانتحان الذي تواجهه الثورة اليوم والمعارضة كل اليوم يطالب القواعد الثورية الحقيقية تطالب قادة الثورة بالتوحد على مشروع واحد يكون له خطة محددة حتى لا تتمكن السلطة من الدخول إليها وتفريق بين المتظاهرين شكرا جزيلا لك من بيروت الأعلامية ريمان السفر